خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس بدأت تنزل هنبدأ جولتنا من القاهرة ونشوف طريق الكورنيش اللي جاي من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بطول كورنيش النيل وحتى ميدان عبد المنع مرياض في حالة من السيولة المرية وده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرية أما طريق الكورنيش القادم من حلوان بيشهد كثافات بسيطة عند شارع الأصر العيني متجه إلى ميدان التحريب في أيضا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا للعباسية وبمحور النصر حتى المرصة وبشارع عباس العقاد والطيران لكن كبري أكتوبر المتجه لمنطقتين الأسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مرية واللي مكمل أعلى الكبري في اتجاه منطقتين غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرية أما حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغاني ومصر جديدة في سيولة مرية ونكمل جولتنا وشوارع الجيزة وهنبدأ من شارع الهرم المغلق كليا في الاتجاه القادم من المريوتية اتجاه ميدان الجيزة ده فقط بسبب أعمال إنشاء محطة متر وأنفاق مدكور وده بيسبب ظهور كثافات بتزيد مع وجود تحويلات مرية كمان بتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع إلى 20 حتى الطلبية في أيضا كثافات متحركة لمتجه إلى كبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبل المتجه للدئري وصولا لشارع السودان وفي كثافات مررية متحركة وبيفضل التوجه لمحور عربي اللي بيشهد كثافات أقل شوية وبتظهر الكثافات البسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جمعة القاهرة لكن شوارع السودان وجمعة الدول العربية والبحر الأعظم في سيولة مررية ونروح لمحافظة القليبية والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مررية لكن في بعض الكثافات قبل مطلع الدئري وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة وفي كمان كثافات كبيرة من طلعة الدئري من اليوم وحتى طريق شبرى بنها بسبق عمال توسعة الطريق الدئري لكن الزراعي متجه لبنها ووسنة وطنطة في حالة من الانتظام المروري والسيولة لكن متجه إلى محافظات الدلتا من خلال الطريق الدئري في كثافات أمام القادم من اتجاه السلام وموقف العاشر حتى منزل الطريق الزراعي لكنها بتكون كثافات متحركة وبننصح طبعا بطريق شبرى بنها الحر أما القادم من طريق شبرى بنها الحر ومتجه إلى منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر من أفضل استخدام محور الفريق العصار ونروح للأسكندرية وطبعا هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكبريستالي وكمان فيه كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش لكن الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية الطريق المؤدي للجمعة بيشهد كثافات مرورية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية لكن طريق الأسكندرية مرصة مطروحة الناس لازم تاخد بالها لأن الإدارة العامة للمرور أجر التحويلات مررية بسبب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق السحلي والأسكندرية ومطروحة وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 حتى الكيلو 154 واللي هتستغرق شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم طيب من جولتنا المرية تعالوا نتعرف معاكم على أسعار طرف العملات الرسمية النهاردة هنبدأ طبعا من الدولار الأمريكي سعر البيع وسعر الشراء هنبدأ من الدولار الأمريكي سعر البيع 18 جنيه 36 إرش وشراء 18 جنيه 26 إرش اليورو سعر البيع 20 جنيه 17 إرش شراء 20 جنيه وخمسة قروش والجنيه للسريني 24 جنيه و22 إرش للبيع و24 جنيه و8 إرش للشراء والفرانك السويسري 19 جنيه 73 إرش بيع و19 جنيه 62 إرش للشراء اليوان الصيني 2 جنيه 88 إرش للبيع 2 جنيه 86 إرش للشراء وميت ين ياباني 15 جنيه و4 إرش للبيع و14 جنيه 95 إرش للشراء الدينار الريال السعودي 4 جنيه 89 إرش للبيع وللشراء 4 جنيه 86 إرش الدينار الكويتي سعر البيع 60 جنيه و36 إرش وسعر الشراء 60 جنيه وقرش درهم إماراتي 4 جنيه 99 إرش للبيع و4 جنيه 97 إرش للشراء طيب أسعار الزهب اللي كانت طبعا فيها ارتفاع الفترة اللي فاتت النهاردة عيار 18 سجل 850 جنيه عيار 21 سجل 992 جنيه عيار 24 سجل 1135 جنيه وسعر الجنيه الزهب وصل 7,936 جنيه خلوني أستعلم معاك وبقى جولة سريع عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون دافئ على القاهرة الكبرى والواجه البحري وفيه شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحي الشمالية ومدن القناة كمان فيه نشاط رياح على كافة الأنحاء درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 33 وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة أكيد هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية لكن بكده أنا انتهت جولتنا في أسعار الذهب والعملات وكمان المرور والطقس وهرجع مرة تانية وطبعا هنرجع مرة تانية معاكم علشان نكمل فقرات صباحية مصر